اشتركوا في القناة هم شوهوا سمعة الدين هذا الدين السمح الذي قام على أسس ثابتة واطحة من التعانون الإنساني لذلك كان لابد علينا أن نكون في طريعة من يتصدى له وقد شوه سمعتنا في العالم وجعل حياة كل مسلم وعربي يعيش بالخارج حياة جحيم وعذاب وجعله هدفاً لكل متطرف على الجانب الآخر لذلك نحن نقول بأن هذه الحرب ضد الإرهاب هي حرب مقدسة واجباً على كل واحد فينا ونحن إذ نؤمن بالثورة العربية الكبرى ونؤمن من هذهها لنؤمن أيضاً بأن حرب الإرهاب هو جزء لا يتجزأ من تعزيز الوسطية تعزيز الارتدال تعزيز قوم مقابول الآخر تعزيز الحوار وتعزيز لغتها أهلاً وسهلاً بكم والإعلام هو قناتنا هو وسيلتنا هو إطارنا هو فكرنا بسم الله الرحمن الرحيم هذه الثورة التي قامت من أجل حرية العرب وعض الخبراء حتى يتسنى مواجهة الفكرة بالفكرة وجميعنا يدرك أن مثل هذه المهرجانات تهدف إلى مد جزور التفاهم وتعميق الصلاة وتوسيق العلاقات بين العالم العربي وخصوصاً في المجال الإعلامي حضورنا الكريم إن العلاقات الرمانية الأردنية ليست وليلة اللحظة وهي علاقات متميزة في كثير من المجالات وخاصة المجال السياسي والاقتصادي والتعليمي والطبي والسياحي والإعلامي ويتوب الله على المؤمنين جهولاً إن الإرهاب والتطرف يريد لنا العودة إلى ظلمة الجاهلية روحاً وفكراً وأمناً نبحث عن طائفية في ظل الإسلام وعرقية في فيئ العروبة وانقسام في فضائل الإنسانية التي تجمع عالمنا بفضائله قبل أن تجمعنا العروبة مسلمين ومسيحيين وموحدين إذن فرسالتنا واضحة صريحة نكتب بأحرف الإعلام وأداء الفن قد يقول البعض ما يقال سد أدبي لا يناسب واقعنا المؤلم الذي تعيشه الشعوب العربية ولكن للفجر علامات والوضوح الشفافية إن مارسها الإعلام ونقلها إقداع فني فإننا نتقارب مجدداً في إرت وشموخ في إرت وشموخ الحضارة العربية الراسخة التي لن يمقوها إرهابي ومتطرف ترجمة نانسي قنقر